أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان بمناسبة عيد الآب بحب أحيي كل الآباء الشجعان كل عام وإنتم بخير وربنا يبارككو وربنا يعطينا هيك نقلة جديدة في حياتنا وفعلا نشوف تغير في المجتمع ولسيما في هذه الأيام الصعبة وأنا بشكر الله من أجل كل آب بشاهدنا وكل أولاد الله طبيعة الآب طبيعة المحبة غفران دايما بلا حدود بحبنا بغض النظر مكتوب لكن الله أحبنا ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا فطبيعة الآب محبة طبيعة جميلة والرب يسوع هو اللي أعلن لنا عن طبيعة الآب فالآب دايما بحب بيته الآب اللي بحام وبيدافع عن أسرته الآب هو القائد المثالي لبيته مش بس مجرد كلام لكن فعل لأنه الأولاد والبنات بيراقبوا كتير مرات تحرك الآب والآب أيضا هو اللي بيسدد كل احتياجات البيت هو اللي بيعلم وهو اللي بيمنح الحكمة واللي بيربي واللي بيهذب واللي بيقدب أحيانا أولاده حتى يكونوا سالكين في السلوك الصحيح الآب طبعا يعني مثال بكل معنى الكلمة وهذا ما يعلمنا الكتاب المقدس أن يحب زوجته أن يحب أولاده لأنه مكتوب أيها الآباء لا تغيذوا أولادكم لألا تفشلوا ومكتوب أيضا أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة فواضح من هذه المحبة مضحية مكلفة مقدمة فعلا مثالية متفانية بكل معنى الكلمة فأريد أن أقول للأباء ربنا يبارككم ولكن إذا وصلنا في نقطة معينة في هذه الحياة أنه فشلنا وأنه مرينا في ظروف صعبة ولسبب النقمى الله دائما بيعطينا الفرص الجديدة وأنا بصلي اليوم أنه الله يعطينا فرصة جديدة لأنه من مننا لا يعثر أو لا يسقط وممكن يكون غير مثال صالح فأنا بصلي اليوم أنه رب يباركنا والرب فعلا يعطينا نعمة خاصة ويعطينا حكمة سماوية وكيف نتعامل مع الأسرة ومع الأولاد بالذات محتاجين نعمة خاصة من عند الرب فأنا بصلي اليوم أنه رب يباركك ويبارك أسرتك وفعلا تقضي وقت جميل وقت صالح مع كل أفراد الأسرة أنا بصلي أنه ربنا يملأ قلبك بالرحمة وأنه ما تكون أب بفضل ولد عن ولد أو بنت عن بنت إلى آخره يعني أجمل مثال إلنا اللي هو في قصة الإبن الضال منشوف كيف الآب خرج كان بينظر كل يوم ويراقب مجيء وعودة ابنه التائب ولما وصل ابنه الآب ركض للخارج ركض لأنه حماية للابن لأنه يعتبر ابن عاط إذا أي حد من البلد شافه ممكن ينتقب منه لأنه أخذ ورثة أبوه وترك أبوه أراد أن يكون مستقل فحتى يحميه الآب ركض وتحنن عليه وعانقه ورجع له كل امتيازاته وكرامته واعتباره أيضا من ناحيتان الإبن الأكبر في نفس القصة كان مغطاز ومش عاوز يدخل البيت وابتدى يعير الإبن والآب في نفس الوقت برضو الآب المحب خرج للإبن الأكبر وحكاله ينبغي أنه نفرح أخوه كان ميتا فعاش كان ضالا فوجد لاحظ أنه الآب للإبنين خرج للإبن الضال اللي بتعاد عن البيت وللإبن الأكبر اللي كان داخل البيت لكن في قلبه كان بعيد عن البيت شو الشيء اللي بيصلح الكل هو قلب الآب ومحبة الآب لأنه مرات كتير إذا الآب دايما عنده غضب وعنده غير ودايما بيصيح ودايما كلمات موسيقى أو تقليل أو يعني بيحطم من النفسيات طبعا مش راح يخرج جيل صالح اللي يستمر حامل المشعل فأنا بصلي اليوم أنه الله يعطينا فرصة جديدة كأباء انتوب عن كل الماضي وفعلا نقود عائلاتنا في السلوك والسير مع الرب ويكون شعارنا أما أنا وبيتي فنعبد الرب ربنا يباركو